الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جدد إيمانك واستغفر واحجز تذكرتك واستبشر التوبة للقلب ضياء أرجع عن ذنبك لا تتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أحمله سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد وإني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومججده والآل والصحب دواما سرمده اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أحبابنا المشاهدين والمشاهدات الشباب والفتيات في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم احجز تذكرتك كما يمكن ذكرنا في الحلقة الماضية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن الأربع عن عمره فيما أفناه أول تلك الأربع وأول تلك الخمسة كما ورد في رواية أخرى عن عمره فيما أفناه وقتك عملت إيه؟ النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى احنا نتكلم عن تذكرة من أهم التذاكر تحجزها وهي من أهم علامات الصادقين تحت عنوان استثمر وقتك استثمر وقتك ياما بيبعا عندنا أوقات فراغ كتيرة والأسف ما نعرفش نقضيها فين؟ للأسف بتقضيها في رمضان على المسلسلات وعلى الأفلام وعلى الغناء وعلى الفيسبوك وعلى تويتر تعالوا مع بعض الأول نشوف تقرير لبعض الشباب العاديين شباب الجامعات نشوف إيه رأيهم في موضوع ضياع الوقت أو إيه رأيهم في موضوع استثمر الوقت وإيه ترى ممكن الشباب يستثمر وقته في إيه وليه كتير من الشباب بيضيع أوقاتهم تعالوا مع بعض نشوف التقرير ونرجع لكم بعد قليل إيه اللي بيخلي وقت الشباب يضيع في الكلام الفاضي؟ اللي بيخلي وقت الشباب يضيع في الكلام الفاضي إنه هم عندهم فراغ كتير يعني إيه إنه هم حضرتك بيضيع وقتهم في حاجات فاضية في حاجات ما لاش لازمة إنهما بيضيع وقتهم في ما لا يرضي الله إنهم ما بيملوش وقتهم بحاجات مفيدة شايفوا ممكن يستغلوا الوقت ده إزاي؟ صح؟ وممكن يستغلوا الوقت ده في حاجات كتيرة في الحاجات الخيرية في طاعة الله لأن أفضل الناس أنفعهم للناس أو يملوا وقتهم بالنوافل ده بعض الفروض بتاعة ربنا سبحانه وتعالى يملوا وقتهم بالنوافل لأن ربنا سبحانه وتعالى ألف حديث قدسي ما زال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى وحبه فإن أحبابته كنت سمعه والذي يسمعه به وبصره والذي يبصره به ويده التي يبطشه بها ورجله التي يمشي بها وينسألان إلى أطياننا وينستعزى بإله أعزاننا فإحنا ما نملى وقت فرغنا بالعمل الصالحة وبما يرد الله سبحانه وتعالى هنقول رضا ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله شايف الشباب باستغلاله صح أو لا؟ والله إحنا معظمنا يعني معظم الشباب ده الوقت استغلاله الوقت بصورة خطئة معظمه ضايع على السوشال ميديا الفيسبوك والتويتر وإنستجرام لعب كورة حاجات كتير مش شايف فايدة كتير مع أن ما أفروض نحن نستغل لوقتنا بشكل أفضل وفيه طرق كتير أقولك الزعيف فيه مثلا إنت لو قطالب جامعة فيه أكيد أنشاط الطوعية كتير ممكن تطوع فيها بتقدم فيها أعمال ممكن إنت قطالب وإنت شغال في الجامعة بتكتسب خبروات من حاجات معينة ممكن توظفها لإنت تكتسب منها أموال لتصرف بها نفسك كشاب أو أو أنت يعني تبدأ تخيف شوية عن والدك أو والدتك في المصاريف هو كده في الله أغلبية الشباب بيستخدم وقته في الضعف الدردشة والشات والإنترنت فكثير من الناس بيخش على الفيسبوك والتويتر وماهو قاعد يضيع وقتهم في الدردشة فالمفروض البنادم فيه يعني إنسان ممكن ضعواته يجيبوا المصحة فيه رفي شوية يتفرق يسمع خطبة يستفاد منها بحاجة دينية وكل يوم فيه يوم جديد بيقع البنادم يقول له يا ابن آدم أنا يوم جديد فإيه على عملك شهيد فاغتنم مني فإني لن أعود إلى يوم الوعيد فالمفروض الإنسان حاول يستغل أوقاته لله كده ويضيع في حاجة مفيدة أحبابنا ومشاهدين في كل مكان زي ما شفنا وزي ما اسمنا من كتاب الشباب والله كتاب الشاب يقول إحنا ممكن كتاب الشباب بيضيع أوقاتهم على الفيسبوك على تويتر على الشيات على مسلسلات على الأفلام ومفروض الواحد يستغل للأوقات دي في ذكر الله سبحانه وتعالى وخاصة أنه نحن في شهر رمضان ولكن تعال مع بعض عيش معي هذا المثل التخيولي تخيل كده أنت ماشي في صحراء وفجأة طلع عليك أسد قاعد يجري وراك وإنت تجري لغاية لما لقيت بئر ونزلت البئر ده كان في حبل نزلت فجأة وإنت نازل قت صعبان ضخمة فاتح لك بقه طبعا لو إنت طلعت حتلاقي الأسد لو نزلت حتلاقي التعبان وفجأة إنت متعلق ما بين الاتنين في الحبل ويجي بعد كده فار جعان يفضل ياكل من الحبل من الحبل وإنت خايف خلاص تظن من نفسك الهلكة منتظر الموت منتظر الهلاك الفار لما هيكل الحبل لإما حتنزل صعبان أو ممكن تطلع لفوق الأسد يكلك وبالتالي أخي الحبيب الأسد هو الموت الأسد هو الموت طيب الفار والحبل هو الليل والنهار العمر بيجري لذلك استغل عمرك استغل عمرك طيب لذلك أخي الحبيب سنسأل يوم القيامة عن كل دقيقة بتمر عليك لما استغلتهاش من علامات الصادقين ومن أهم علامات الصادقين إن الصادق هو الذي يعرف شرف زمانه وقيمة وقته الإمام الحسن البصر رحمه الله بيقول ما من يوم ينشك فجره إلا وينادي بلسان الحال يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة يا ما بنضيع أوأتنا في أمور تافهة لا قيمة لها ولا حول ولا قوة البلاء يا ما بنضيع أوأت كثيرة والله ستسأل إيه وعتفتك إن الموضوع هاي أو سهل يوم القيامة والله ما هتعدي منها هتسأل عن كل دقيقة لما استغلتاش في طاعة الله سبحانه وتعالى لا استغلت كل أوقاتك في المسلسلات والأفلام في الرمضان وفي غير رمضان احذر استغل وقتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى الفضيل بن عياض ذات يوم لقيا رجلا كان عمره ستون عاما ستين سنة فقال الله الفضيل يا رجل كم عمرك فقال الرجل ستون عاما قال أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله أوشكت على الوصول يعني ايه أوشكت على الوصول خلاص قربت تموت يا شباب أنت قربت تموت كل يوم بنشوف صفحات وخاصة جارت الأهرام ثلاث صفحات وفيات يا ترى أنت تضمن نفسك ممكن يكون اسمك يكون موجود بكرة أو بعده أو بعده أو بعده فقال الرجل عمري ستون عاما قال له الفضيل أنت منذ ستين عاما تسير إلى الله أوشكت على الوصول فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فقال له الفضيل هل تعرف معناها كلنا بنردد الكلمة دي هل تعرف معناها قال الرجل نعم أعلم أني لله عبد وأني إليه راجع قال من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه أغلى حاجة تملكها الوقت صدقني الوقت ينادي على كل شاب يقولك عذرا وداعا فإني أغلى شيء في الوجود أغلى شيء في الوجود الوقت استثمر وقتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى لله در القائل دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فاعرف لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني هذه الدنيا قصيرة هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لله در القائل إن لله عبادا فطنة إيه وعدين من تفكر في الدنيا إيه وعدين من تشغل وقتك كله في الدنيا إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة سلفون الصالح تعالى شوف السلف الصالح بس خلي بالك ما تقولش أصدور السلف الصالح أصدور الصحابة أصدور التابعين عمرنا ما حنوصل لهم فبهداه مقتده لو مش هنقتد بالصحابة لو مش هنقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم لو مش هنقتد بالتابعين وبالسلف الصالح هنقتد بمين شوف كيف كانوا يستثمرون أوقاتهم ما كانش فيه وقت يمر عليهم غير ويستغلوه في طاعة الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال من يومه سبحان الله وبحمده مئة مرة خط حتة خطياه وإن كانت مثل زبد البحر استثمر وقتك فيما يرضي الله كفاة الجلوس على الفيسبوك وعلى الشات أنت في رمضان استغل وقتك في طاعة الله سبحانه وتعالى أنت مش ضامن هتعيش لرمضان اللي جاي ولا لا وما تدري نفسه ما دا تكسبه غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت تعالوا مع وقت نشوف تعليقات ومنشرات الشباب على المتعلقة بهذا الموضوع وموضوع استثمار الوقت أحد الشباب المدرب أحمد البحار بيقول ما تضيعش وقتك لا تضيع وقتك لا تضيع وقتك مع العامة ذو التفكير البسيط ليكن أغلى ما تملك هو وقتك احتك بالقادة وتعلم من أفكارهم ونظراتهم المستقبلية الشمولية وكمان خالد خطاب بيقول أحد الشباب بيقول أحد ملوك الهند سأل وزيره في يوم الأيام أنه ينقش على خاتمه له جملة إذا قرأها وهو حزين فرح وإن قرأها وهو سعيد حزن قال له أحد ملوك الهند بيقول للوزير عاوزك تكتب لي جملة على خاتم متاعي الجملة دي أشوفها وانا حزين أفرح أشوفها وانا سعيد أحزن فقال له فنقش الوزير على الخاتم وكتب هذا الوقت سوف يمضي هذا الوقت سوف يمضي هذا الوقت سوف يمضي عندما تقترب خلاص من الموت بتستعد اللقاء الله سبحانه وتعالى وحيفرحك برضو لأنك ستقترب من اللقاء الله سبحانه وتعالى وستقبل على ما كنت ترجوه أيضا كان فيه كلام قيم لشيخ ابن القيم رحمه الله إضاعة الوقت أشد من الموت شوف الموت كلها من خاف من الموت إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الموت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها أحد الصفحات بيقول ذكر الحديث لا تزول قدم عبد اليوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن أمره فيما أفناه عن شبابه فيما قبلاه عن ماله من أين التسبابه فيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه الآخر منشور هنا بقى المنشور اللي جاي ده لأحد الشباب اسم أحمد بن فؤاد الدرعامي بيقول أصبح هذا هو حال الكثيرين وعرض صورة شوف بقى الصورة دي فعلا مؤثرة مرسومة عرض صورة شاب كأنه مرسوم طبعا على مبيل ومتكبل من يعني من إيدين لتنين ورجلية إيدين لفوق الفيسبوك وتويتر أو تويتر مثلا في واتساب وتحت الفيسبوك وكمان الكامير يعني التصوير هو ده حال كل كتير من الشباب هذا هو حال الكثيرين لذا واجب علينا أن ننتبه فإن العمر لحظة وملك الموت يأتيك على حالك دون استئزان وتذكروا إنما الدنيا صبر ساعة ومن الصبر أن تصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى هو ده حال الشباب في الصورة دي هو ده حال الشباب إما الواتساب إما حتى يصور نفسه بسيلفي زي ما هو المعتاد لدى الكثير من الشباب الآن إدريس نجمي بيقول تذكر بأن الوقت لا يعود إلى الوراء فإن كنت لا تدري كيف تدير حياتك فأنت للأسف تعود إلى الوراء حتى تتعلم كيف تدير حياتك شعبان سيد بيسوني بيقول الوقت هو الحياة فالعاقل هو الذي يدرك قيمة وقته وشرف زماني وده يمكن كان آخر منشور معنا لكثير من الشباب يتكلموا عن استثمر وقتك استثمر وقتك ستحاسب بيناده الله سبحانه وتعالى عن كل دقيقة بتمر عليك استثمر وقتك فيما يرضى الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل عمل صالح أن يرضيه عننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال وأنا أجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين المنيبين المستغفرين المتقين الصالحين إنه نعم المولى ونعم النصير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته التوبة للقلب ضياء فارجع عن ذنبك لا تكثر الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين